أخي الفاضل وإخواني وأخواتي لا شك بأنه ليس لعمل المسلم غاية دون الموت والله جل وعلا يقول فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين والإنسان في هذا الميدان نحن في موسم رمضان نحن في ميدان سباق والخيل جرت العادة أن الخيل إذا شارفت على نهاية السباق أسرعت ولذلك الذي ينبغي على المسلم أن لا يفتر وقد شارف على الفوز شارفت على الفوز الأيام هذه أيام فوز أيام جوائز ولذلك المطلوب من المسلم أنه يسرع وأنه لا يفتر ولا يغلبه ويتجاوزه غيره ممن قد يكون فرط في بداية الشهر فيهتبل فرصة بقية الشهر وليلة القدر ما ندري ما ندري ليلة القدر هل في أول العشر أم في آخر العشر أم في أوسط العشر النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الأوتار من العشر الأوتار يعني 21 و23 و25 و27 و29 بل وردت نصوص على أن في ليلة 29 أيضا وردت نصوص على أن في ليلة 29 التي هي هذه الليلة هذه الليلة ولذلك الإنسان ما ينبغي له أن يفرط في نهاية الشهر وعليه أن يشد مئزره وأن يحزم أمره وأن يتفرغ لما تبقى من الشهر حتى يكون من الفائزين بإذر الله جل وعلا